بقينا كنديروا لها الماء والبارفوم وحتى البصلة درناها سونا للإسعاف تجي وما كيجاوبوش واضطر والدهاي عيط لصاحبو وجابته موبيل وغزيناها فيها كلنا كنا خايفين وكندكيو عليها دخلناها المستعجلات وبقينا كنت سنناه والناس شي ناعس في الأرض وشي غالس كيت سننا شي مضروب وشي معطوب وشي صخفان وشي عيان وسيكريتة داير ما بغى حاسب رأسو الطبيب والفرملية دافعة كبيرة وكتلعف تليفونها وشوية كتتحك وتهضر أنا تخنقت بقيت كنت سننا ونطس وولتهم وقلت ليهم ران مراعي يانا وكتموت كيقولوا جاع الناس مريضة وشا الدنوبة سننا وحتى توصلنا وبتقوم واش حتى لهذا الدرجة بنادم رخيص وبنادم قلبو ميت ما كيهموش يشوف بنادم حداف كيموت شوية ناد ولد عمتي وبدأ كيت دابز وحيحت الماء وحنا كان رغبو فيه يسكت شفت خديجة كانوا عينيها عامرين بالدموع وساكتا هزات تليفونها وصونات ونادت وبدأت كتهدر شوية رجعت عندنا وقالت غندي وماما الكلينيك قلت ليها ولكن وهي تقاطعني وقالت عاونونين هزوها من هنا هزوها وركبنا ومشات الواحد الكلينيك من الدخلة بدو كيتهلوا فينا وهزو عمتي جاوشي ثلاثة ضد طبة وبدو كيف يفحصوها فرق كبير فبقينا كانت في الناوح تخرج عندنا الطبيب وقال لي نرى عمتي ولا تلاباس ونقدروا نشوفوها فرحنا ودخلنا نشوفوها أما خديجة كانت ساهية بالزاف ما عرفت شبنين جابت فلوس السبيطان ولكن المهم دابا هو أنه عمتي ولا تلاباس وفي بلا صخرة وصل أكرم والأم ديالون دار الريان اللي تردات بالزاف قبل ما تدخل ليها قالت أكرم خلينا نرجع أنا مقدراش وهو يقول شدي راضي شجعي هادي فرصة غتشوفي فيها بنتك قالت صبرني يا ربي دخلات الأم وأكرم وكان في استقبالهم لينا وهي تقول لينا السلام عليكم شكون بغيته قالت الأم بغيت عايشة قالت لينا كانت أسف بالزاف ولكن عايشة ما كيناش وشكون انتو مو فين كتعرفو عايشة قال أكرم احنا عائلتها وفين مشات وهي تقول لينا صارحة ما عربتش ولكن اللي كان عارفوه أنها مشاة الأم بقى في هالحال وتصدمات من الخبر اللي خيب أمالها فأنها تقدر تشوف بنتها مرة خرى خرجات هي وأكرم وسمعات شي حد كيعيط لها عاليا تلفتات تشوف شكون ولقاتها أم مراد وقالت عاليا سامية بقاو كيشوفوا في بعدياتهم مدة احتدواه من جديد قالت سامية أجابك بعد هاد السنين كلها واشنو اللي فكرك بينا وهي تقول عاليا بنتي عايشة اللي ضلمتوها كي ما ضلمتوني وهي تقول أم مراد عايشة؟ عايشة منتك؟ قالت سامية سكتي ما تهضريش عندك يسمعك شي حد من أولادي ولا غادي نقتلك بديدي هاد المرة وهو يقول لها أكرم التازمي حدودك ألالا واحتارميها ولا غادي ندير معك شي إجراء اللي ما غاديش يعجبك قالت سامية شكون انت تاني؟ وهي تقول عاليا هادا ولدي ما بقيتش مقطوعة سامية حتى أنا ولات عندي دار وعائلة ومكانة اجتماعية واحتى الفلوس اللي دمرتوني على قبلهم قالت لها سامية سيري في حالك بنت كرة ما كيناش هنا سيري قلبي عليها بعيد علينا وهو يقول أكرم غادي نلقاؤها وغا ناخدوا حقنا منكم عوتت عليهم سامية وقالت خرجوا من داري خرج أكرمه حاليا من الدار وركبه في موبيلته وهو يقول أكرم واش انتي لباس؟ قالت عاليا لا قال ليها أكرم حيت غا نبدأوا نقلبه من جديد ياكي وهي تقول له عليها أنا حاسة باللي عمري ما غا نرجع نشوف بنتي من رفرة أكرم قال ليها ما تقوليش هاد الهضراء خلي عندك أمل وغلقاوها إن شاء الله جوبته علي إن شاء الله وعند عيشة فبقينا مع عمتي حتى ولات لباس شفت فولدها وكان قوله بعينية خلينا نمشي عند علي فهم قصدي وناد وخرج معايا قلت له يلا نمشي عمتي ولات لباس قال لي يا واخا شدينا الطوبيس اللي كان عامر بالتاب محمنتوش هيت شي لاسق في شي وريحة العرق كتخنق وصلنا الواحد الحي شعبي وعامر بالديور وفيه الديور قديمة بقينا كنت مشاو حتى طلعنا في واحد الدار قلت واش هنا ساكن علي قال نبيل آه في السطح سار هاد دقات قلبي وأخيرا غادي نشوف علي أخيرا بقيت كنطلع حتى وصلنا الاسطح وأنا رجلية كيترعدوا بقيت كنشوف البيوت تحدى بعضها لما شاول دعمتي كيدق شوية تحل الباب خرج منه علي ونشارح قلبي هو خرج بحى الليلة خارج من شي غار لابس شورت وتيشورت شاف فيه وتصدم وقلت علي هو يقول عايشة قلت له علي أنا رجعت لك واش متوحشتينيش أنا هربت على قبلك بقك يشوف وننقول له مالك علي واش ما فرحتيش من اللي شفتيني قال لا فرحت بزاف شفت فيه كان مصدوم بزاف يمكن ما كانش متوقع أنني غدا نرجع شوية سمعت مورايش يصوت خلعني تلفت ولقيت مرة طبوزة وضخمة بزاف وملامحها كي خلعوا وحجبانها بحى الخيط وراس معينيها بالكحل وكتبان بحى الفرعون حناكها كبار ومزيرين على فمها اللي صغير ورقيق واللي رسمها حتى هو وشعرها سابغاه بالحمر بحان الجن ولابسة جلابة مزيرة عليها وصندالة ووسط هاد الشي يقول له كتاكل المسكة قالت علي شكون هاد الناس بدع عليه كيتفتف ها هادو ها وانا نقول علي شكون هاد المرة شفت فولد عمتي وكان كيدحك وما فهمتش علاج وهي تقول المرة انا صاحبته انا اللي مسكنا هاد الخانز معايا في الدار وبالعربية تعرابت انا هي المميمة اللي كيعرفها قلت كيفاش المميمة وبدات كتتحك وهي تقول ما عرفتيش اشنا هي المميمة قلت ليها اللا قالت المرة هي صاحبته اللي عايشها معاه في فراش واحد ونزيدك انا اللي كنصرف عليه قلبي بحى ليلى خشيتي فيه موس ايش هاد الشي كنسمع شفت فعالي اللي كان كله عرقان وبين فيه الخوف وحنا راسو وقالت المرة وانتي يا الزوينة ما قلتيش لي اشكور ما قدرش نتحمل ما زال نوقف هنا طاح من عيني وطاح طيحة خيبة جريت وما شفتش قدامي بقيت كنجري في الدروش وحاطة ايدي على كرشي غربت على قبل علي اللي صدق فالسو صدق بايع راسو صدق واحد الحوتالة اللي تحمل يعيش مع وحده بحال هادي قدمه وقد صرف عليه ما عرفتش على شو بقيت كنجري حتى لقيته مورايا كي عيط تبعني كيقول عايشة عايشة عافاكي وقفي نشرح ليك عافاكي الحق علي وشربني من ايدي يا بجوش وقلت له ايش بغيتي تلق مني قال عافاكي سمعيني نشرح ليك قلت له ما تشرح ليه ما نشرح ليك بعد مني وعطيني بتي ساع انا ما كنعرفكش انا علي اللي كنت كنعرف وعشت حياتي كنبغيه من صغري ماشي هو هادا ماشي ممصخ بحالك قال عافاكي يا عايشة والله ما الخاطري عافاكي سمعيني ظروفنا خيابت بزاف وتشتتنا وما كان بيدي حتى شي حال عافاكي سمحي ليه وانا مستعد نكون عبد تحت رجليك مستعد نكون خاتم بين ايديك واللي قلتي ها هي اللي غدتكم ولكن عافاكي سمحي ليه وخلينا نبدأ وصفها جديدة قلت له انا اصدمت فيك صدمة عمري مستحيل نسامحك مستحيل وفي بلاس اخرى في التو موبيل كان مراد كيسوق وبدك يقول هادا هو العنوان ديال دك الندل شوية هو يشوف الزنقة علي شد عايشة ومقربين بزاف من بعديتهم وقال اوه عايشة بعد ما شاف مراد عايشة وعلي مع بعديتهم مقدرش يصبر نزل من التو موبيل توت تاجه ليهم وهو يقول علي عايشة شوفي فعينيك انت رجاك شوفي على قبل الحب الكبير اللي كان بيناتنا سمحي لي قلت له انت خليتي فيها شي حب انت ضيعتي كل شي كيفاش غننسى ديك المرة كيفاش غدا نقدر نساهد شي اللي درتي انت ضيعتي كل شي ما زالك نهدر معاحتك نسمع مراي صوت خلاني نتزعزع صوت كنعرفه مزيان قال على قبل هذا هربتي وولدي في كرشق وشدني مراد اما علي طاحوا ليه الركاب بقوة الصدمة من اللي شاف قدامه مراد اللي عارف انه كيخاف منه بزعف وهو يقول علي هاي شا حاملة منك قال ليه مراد انت واش بغيتيني نقتلك كله واش ما بغيتينيش تبعد من طريقي قلت لي طلق مني قال مراد انت كتحلم انت غدا تجي معايا ومع عمرك غدا تشفي الشمس مازال بتيت كنقاومه ولكن هو شدني بالزز بحالي لا شدني شي وحش ما قادراش نفلت منه وبدأوا دموعي كيطيحوتي القائم ما بغيتش نرجع للعدام مرة اخرى ما بغيتش نرجع للحبس ديالو ما بغيتش ولدي ما غايتزادش تنمى قال مراد انا غادي ندمك عمرك غدا تعاودي تفكري تهربي مرة اخرى غادي نربيك علي يشافني كنبكي وبدأك يحاول يفقني منه وطلق مني مراد وضربه احتطاح ومقدرش ينوت وانا نقول له الا واش انت ماشي بنعدم هو يقول انا غادي نوريك شدني من دراعي وبدأ كيجر فيها وانا كنت نخصص بالبكة حاسة راسي الحالشي وحده غادي يعدموها الموت ولا العيشة مع مراد بدأك يسب وجرجرني احتطلق مني فجأة وشفت الدم كينزل من دراعه بالسهر هزيد راسي ولقيت بولد حمتي اللي شدني من دراعي وبدأك يجري وكيقول هزيد دي دغيال خاصنا نهربه وبدينا كنجري وكنشوف مرايا مراد اللي كان كيتقطر منه الدم واللي جلس على الارض خفت ولكن ما عنديش حل من غير ان انا نهرب وهربت عادة نفست من اللي بعدنا شدينا التوبيس وبقيت كنفكر لوحد اللحظة بقى في مراد شكون غادي عتقو في ديك الفلاسة وانا نقول خويا كن غير مضربتيش وهو يقول لي واش انتي مستطيع فراه كان باغيت ديك بالزس قلت لي ايجي نقول لي واش كنت يعارف ان علي ساكن معا ديك الحقروشا اقال صراحة ايه كنت عارفك مغادش طيقيني وديتك تم تشوفي بعينيك وانا نقول يا ريتني ما شفت وقال لي يا ولد عمتي صافي نساي خاسنا ندوذو لك لينيك وقلت له اخه ومشينا لعند عمتي وطمأنين عليها القينا معها خديجة قلت كي بقى تحمدي قالت خديجة ولت لا بس الحمد لله وانا نقول كيتها اللهو فيها هنا فرق كبير قالت خديجة الفلوس هي كل شي وانا نقول لها اللاختي اللاختي الفلوس ماشي هي كل شي والدليل هو حياتي مع مراد كل شي متوفر ولكنه جاحيم لا يطاق قالت خديجة حتى الفقر كتار انتي لو كنتي بنتي واحد اللي لبس عليه ما كنتيش غدا توصلي لهاد العذاب كله قلت ليها لو كانوا والدية عايشين ما كنتش غدا نوصل هاد شي وعند سامية قال الريان فين هو مراد؟ قالت سامية ما عرفتش انا خسني نهضر معاك ودرور قال ليها الريان ما عنديش الوقت وهي تقول له سامية عالية جت هنا اليوم الريان تصدم وقال عالية؟ قالت ليه سامية مراده شفتك غا سمعت اسميتها ومبقتيش مشغول قال الريان عالية جت وجت الخدامة وقالت لا لا تليفون اخذت سامية التليفون من الخدامة وقالت هالو ويه هادي هي دارو شنو؟ ولدي بدأت كتبكي وقالت ولدي اشوق عليه انا اسبيطار واخا واخا احنا جايين قال لي هالريان ايش واقع؟ ما له مراد؟ قالت سامية شي حد تحد عليه وضربه بالموس انا قلت ليك الف مرة خاسنا نجيبولو حراس شخصيين انتك التهاون قال الريان ماشي وقت هاد الهضراء دعبا خاسنا نمشي وعندو نمشي ووالدين مراد اسبيطار ودخلو عمد مراد اللي كان متكي دخلت سامية كتبكي وقالت وولدي واش بغيت يتسطيني شكني دار فيك هاد الحالة؟ قال لي ها مراد انا خاسني النوت واحد الشمكير ضربني وخدا مني عايشة سامية تفقصات وقالت عايشة بقى ولدي احنا غادي نتكلفه خرج الريان وسامية بعد ما تهدن مراد وبدو كيهضره قال الريان ولدك اختات ليه عايشة عقله قالت سامية ها دي رها كاريتا قال الريان وعلاش كاريتا البنت عاجبة عناش ما يكملش حياتو معاها قالت له سامية ميزاجي خسر بسبب ديك حاليا وانت جيتي كملتي عليها قال لي ها الريان فكرتيني فيها ايش كانت باغا وعلاش جات وهي تقول له سامية جاتك تقلب على بنتها قال لي ها الريان بنتها؟ وحنا شنو علاقتنا ببنتها؟ قالت له سامية رابنتها هي اللي كيبغي ولدك وهو يقول الريان شكولك تقصدي؟ عايشة؟ قالت ايه عايشة قال لي ها مستحيل وهي تقول خاصنا نلقاه عايشة قبل ما يلقاها مراد رك عارفها حاملة وراها ما غا تبقاش ديه وإلى عرفات الحقيقة ماشي بحيد الطالبنة بميراتها من حق باها ولا ولدات ولد غادة تدي الجمل بما حمل قال الريان انا ما غا نسمحش بهادشي خاصنا نلقاوها وعالية فينا هي؟ قالت له سامية ما لك تسول عليها مش طاق قال لي ها الريان غا بغيت نوصل عايشة قبل منها وصافي قالت له سامية طيقتك وعند عالية قالت اكرا كي ينشي خبار على بنتي قال لي ها اكرم انا وصيت قاع اصحابي وببارتاجي نسميتها ومعلوماتها في فيسبوك على امل شي حد يكون شافها قالت عالية يا هرب على قد ما انا مش طاقة نشوف بنتي قد ما انا خايفة بزا كتار ما تتصور من ردت فعلها قال لي ها اكرم مت ها الزيهان هي غدا تفرح بزايف من اللي تشوفك عالية قالت باش عرفتيها؟ قال لي ها اكرم حيث اللي محروم الحنان حيته كاملة ما غاديش يقدر يقاوم مرحنون بحالك وعند عايشة خرجنا عمتي من الكلينيك بعد ما ولات حالتها مزيانا وديناها للدار وحنا فرحانين بقينا كنقشبه ونقصره حيث ما امشاتش خاديجا لخدمة داك النهار احتسمعنا الدقاري مشينا فتحنا ودخل عندنا واحد الراجل قرعه وعراد يفصل مني سبعتاش ادخل ومشا ديري كتل عد خديجا هزها بايد واحدة وكلنا مصدومين بقيت كنغوت عليه باش يحطها ومدهاش فيه والفخوها خرجها معاه وحنا مصدومين من داكشي اللي كنشوف اما عمتي شدات ايديها على فمها وما قدراتش تهضر الراجل ركب خديجا في الطموبيل اللي كان فيها شايفور اخر ركب معاها وكثيرها خفت بزاف من هادشي اللي شفته خديجا ما تستاهلش هادشي وفي نفس الوقت خفت على عمتي اللي عاد خرجناها من السبيطة مشيت كمجريل عندها ولقيت هشات دراسها وكت هز قلت ليها عمتي واش انتي لباز وهي تقول انا السابب انا اللي وصلت بنتي لهادشي انا هي السابب انا اللي خرجت عليها قلت ليها انتي ما عليك يوالو هذا هو نصيبها وهي تقول لا انا كان خاصني نقطع من اللحمي وما نخليهاش تمشي فهات الطريق قلت عافكي تهدني ما تعصبيش راسك دابة ترجع قالت انا اللي خرجت على بنتي ومستقبالها بقيت كنحاول نهدن عمتي اللي حالت هولت صعيبة بالزعف وما كتقدرش تنعس وعنده مراد قال راضي اش درتي فدك الشي قال له راضي مشيت لديك البلاثة وقلمت على اللي سميته علي وما لقيتوش قال مراد ما بغيتكش ترجع عندي الى ما لقيتش عايشة فهمتي ما نبغيش نشوف وجهك الى ما كانتش في ايديك واحتدك الويلد علي بغيت وبين ايديك هاد المرة ما غرحموش قال ليه راضي مفهوم ومشى خرج وفبلها سخرة قال اكرم ماما فين بغى تمشي قالت غدا نمشي عند اختي بغيت نشوفها مهما كان هي اختي ومحتاجاني دورو فيها صعيبة حاليا ورجلها ما عندو صحة يخدم قال اكرم عاري لي ايديك نبوزها الله يخليلي يهد لقلب الزويل قالت عاليا الله يرضي عليك ولدي يلا غدا نخلي قال اكرم بلاتي خليني نمشي معك ما تعرف تحتاجيني بشي حاجة وهي تقول له عاليا ولكن ولدي خليك مع قرايتك راني وليت معدبك بزاف هاد ليان قال ليها اكرم عذابك راحة ما تخافيش دراستي عاطي هالوقت مزيان ومشى اكرم وعاليا واستقبلتهم فاطمة الزهرة لأول مرة كتتتعرف على اكرم وعلى خالتها قالت فاطمة الزهرة هاد شي غريب يعني عيشة عندها عائلة قال اكرم اه بس صح عندها عائلة ما كرهناكمش تعاونونا نلقاوها قالت عاليا اختي انا مشيت للدوار وتلاقيت ثامية وعرفت منها ان بنتي هربات وهي تقول لها الصالحاختها ما جاتش عندنا فين ممكن تكون مشات قال لها اكرم مادام هربات الاو غدا تحاول تلقاكم ولكن الاشكال في انها عمرها ما عرفات لمدينة ولا عارفكم انتو ما فين والاكتر من هاد شي انها ما عندهاش بطاقة تعريف يعني ما يمكنش نلقاوها بسهولة واش ما عندكمش صورة ليها قالت فاطمة الزهرة انا عندي صورنا انا وياها واحد المرة قال اكرم مزيان ممكن تجيبي لي الصورة قالت ليه فاطمة واخا سنة دقيقة مشات فاطمة الزهرة ورجعت بعد وقت قسير وقالت اها هي خدات عليا الصورة وبقت قد شوف في هود محنس له وهي تقول بنتي قالت الصالحة شفتيها شحال كتش بهليك قالت عليا بنتي تكر فصوليها عليها وانا السبب لو كان رجعت ناخدها ما كانش غيطراليها هاد شي انا كنت انانية بزار قال اكرم ماما عافك تهدني وهي تقول الصالحة لو كنتي رجعت اكيد كانوا غادي قتلوك ولو كانوا عارفين ان البنت بنتك كانوا غادي قتلوها قال اكرم كل شي غيرجح كيما كان ما تخافيش انا غادي ندير اعلان ومتأكد غادي لقاوها ابقوا قالسين حتى سمحوا شي حد كيدق في الباب حلات فاطمة الزهرة وهي تغوت قالت علي شكولي دار فيك هكا علي كان مدروب ودخل دغية وصد الباب ناضوا كلهم كيتفقدوه شاف اكرم عالية وخاف كتر وشاف امو كيستفسر وهي تفهمه انها دعائلتها وكيقلبو على عايشة قال علي عايشة جات عندي البارح وهي تقول له عالية شنو امتى وفين وهي تقول له عالية وفين هي دابا قال لها علي جا عندنا مراد وكان بغي يديها بزز قال له اكرم شكون هو مراد؟ هو يقول علي ولد الريان اللي اخداها دية واللي عايشة حاملة منه كل شي قال حاملة؟ قال ليهم اكرم ولكن بغيت نفهم واش عايشة مدوجة بهذا مراد؟ وهي تقول له عالية لا راها عندهم دية قال اكرم هادي راها جريمة واش هي لعبة في ايديهم؟ دابا عاد عرفت علاش عايشة هربات من تماما؟ قالت عالية انا عارفهم زيان وهم ما في قلبهمش الرحمة واكيد مارسوا عليها جاع انواع التعتيب واللي جاي كتر انا متأكدة انهم بعد ما عرفوا انها بنت ربيع غيحاولوا يتخلصوا منها قال اكرم ما غا نسمحش لهم علي قول لي يا واش خداها اللي اسميته مراد؟ قال ليها علي لا دافع عليها ودعمتين بيه وهربوا اكرم قال واش تقدر تكون مع عمتك في الدار؟ قال ليها علي يمكن ولكن ما نضمنش لكم واش يوصل ليه مراد قبل منكم هوك يقلب عليا وناوي على خزيت واكيد غايقلب احتعلى نابيل حي تضربه ما غاديش يرحمه وعند عايشة الليل هادا وباقي ما عرفنا حتى حاجة على خديجة الله هيستر وصافه شوي اسمعنا الباب ديال الدار تفتحه ومشيت كنجري بزدربا نشوف لقيت خديجة جات ولكن وجهها كله زرق اولا نقولك حل بقوة الضرب اللي تلقاته ومنفوخ قولي الله يا عربي ايش هاد الشي وبالكاد قادرت تحرك شديت فيها وديتها النمس يديالها قلت ليها خديجة شكولي دار فيك هاد الحالة وعلياش هاد الشي قالت عافكي ما تقولي والو الماما وانا نقول لها فكري غير فراس كدابا راه بحالي لداز عليك كاميو ايش هاد الحالة قالت هذا هو ناصيبي هو اللي دار لي هاركا قلت ليها عاودي ليها انا شوقع وشكون هاداك اللي هزك قبيلا قولي عافكي قالت انا كنت خداما وفي العادة كنسر بي الزبائن بالكابارير احتاجها عندي واحد لحولي واعطاني نمرتو خبعتها بالاخبار مول كابارير ما كنش بغى نهضر معاه ولا نتافق معاه على شي حاجة حيتعارفة باللي ما صيري غادي يكون هاكا حيتمو الكابارير كيبغي كل شي يدوز على ايدو وكياخد النسبة الكبيرة وكيلوح لي نحنا الفتافي ولكن مرض ماما جحل غفلة وما كانش عندي وقت باش نفكر وحتش شاف كونش يتعندو غايدلني تاصلت بدك الويل واتافقت معاه على كل شي وبدوك الفلوس خلصت اسبيطار وملي ساقو الخبار هاش ندارو فيا وانا نقول انا كان كيحساب لي غير مراد لي ما عندو قلب صدق كائنا اللي كتر الحيوانات موجودة بزاف هاد الدنيا او لقولي الوحوش قالت ما كرهتش نموت ونتهنى من هاد العذاب وانا نقول ما تقوليش هاكا ربي خلقك وهو اللي غادي يحميك عندنا الله غادي يحفظنا ومعرفتيش ايش مخبيه ليك ما زال في الدنيا يمكنش سعادة قالت السعادة اللي بحالي ماشي من حقهم يفرحوا انا تزاديت باش يمسحوا فيا الناس رجليهم قلت ليها عفاكي تهبني وحاولت نعسي غطيتها وحاولت نهدنها وخرجت ومشيت لعند عمتي نشوفها لقيت هاكا تصلي كلا هادا وشافتني من الجنب وهي تقول واش نعسات صدماتني وانا نقول لها باش عرفتي هاجات قالت من اللي غدت والدي غدت عرفي قلت عمتي ولكن قاطعتني وقالت بنتي خديجة هزات بزاف دلهم على ظهرها وتمحنات بزاف حرام هاد الشي اللي في السن ديالها كيفرحوا براسهم وكيعيشوا اجمل ايام حياتهم كيتزوجوا وكيعرسوا وكيحملوا اما هي شوفهش هاسا الدل بعض المرات كن دمحي تولد تولادي باش يتكرفسوا في الدنيا وكان قول مادام كنت عارفة راسي مزوجة براش الفقير وعايش غير بالقليل علاش ولدت كون ما ولدتهمش كان حسن حيات تزادوا في هاد الدنيا يتكرفسوا حدرت عمتي خلاتني نفكر مزيان علاش انا نولد ونعدب ولدي ولا بنتي علاش وانا عايشة هربانة من مراد غانو ولدو في عائلة ما زالك تاخد بالتقاليد وفي جهة اخرى مراد خرج من السبيطات وارجع مع عائلته للدار وقال ليه الريان ولدي شوف اشجاك بسبب ديك البند نحمد الله اللي جات غير في هاد الشي من ضمنوش يبقى عليك شي حاجة اكتر قال ليه مراد ايش بغيتي تقوله بابا وهي تقوله سامية باباك كيقول الصح باركة ما تقلب عليها ايش غادي تدير بيها قال مراد ولكن ولدي في كرشا واش حتى هادك بغيتوني نساك قال الريان الى كان عاعلة الولاد انا مستعد نخطب ليك اللي بغيتيها من غدا وندير ليك اكبر عرس في الدنيا ولكن ما مستعدش نخسرك هولتي وانت عارف اعداء نكتار قال مراد انتو ما كتطلبوا مني المستحيل وهي تقوله سامية هاد الشي بزد واش انا اتخلص من وحده بزز طلع لي يا بنتها هو يقول مراد ايش كتقصدي قال الريان ما كتقصد والو ابلدي سامية تهدي اجي معايا خرج الريان ومراده وهو يقول واش با غا تفضحينا واش با غا تفضحينا الى عرف الحقيقة تيك ساعة غا تنوحلو فيه كتر قالت سامية ما قد ديتش نسبه نفس التمسك اللي كان دا يرخوك بمها ما فهمتش انا هد تجوج اش كي يديره قال الريان قلبهم الصافية سامية اللي ما فيهش الحقد قالت سامية ايش كتقصد اذا ما انا قلبي فيه الحقد هو يقول لها الريان ما قصد توالو ابلا ما تش دي فيه احت انا قال مراد ايش كاينا الرادي واش لقيتش حاجة قال لي اعرفت ايش كون ضربك شي وحدين من ديك الحومك يعرفوه ميتون ابيل شمكال وخدام عليه اخته وفي الغالب كي يضل تابع المميثات داي الراس وحارس لهم حتى كي يدوروا معاه قال مراد واشنو علقتو بايشة قال لي هاد نبيل هو ولد عمت علي هو يقول مراد وفين نلقاه؟ قال الرادي صراحة ما عرفتش بلاستو فين ولكن عرفت فين كين علي قال مراد فين؟ قال ليه الرادي مع عائلتو وهو يقول مراد مزيان انا بغيتكم تجيبوا لي علي هو يقول للرادي مفهوم ودال ذاك النهار وعاليكت انها غدا تمشي عن الدار نبيل باش يقلبو على العيشة اما مراد فناوي على خزيت مع علي وخديجة منشفوش عينيها من البكة ام هاكا تدعي يخرج العاقبة على خير ويحفظ لها ولادها عايشة نعسات ويدها على كرشها وهي خايفة على ولدها ولا بنتها من العذاب اللي ما عندون نهاية الغد ليه نادت عايشة وهي كتفكر وخيفة من الدكشة اللي وقع البارح مراد ما زال كيقلب عليها وقدر يوصل علي علي اللي كان حب حياتها واللي عاجت كتمنى تعيش معاه صدق جابان وحتالة عايش من عرق وحدا قدمه والاكتر من هاد الشي انه عايش معها في الحرام شوية سمعت الدقان في الباب اقلت الله يا ربي شكون اللي كيدقه واشي واحد باغي خاديجة على الثاني مشيت بشوية وهدرت مور الباب وانا صغوتي كيرجة قلت شكون قالت انا خالتك حل يا بنتي عايشة قلت خالتي وبديت كنبكي حليت بالزربة حيات ما طيقتش راسي قلت ليها خالتي ما تعوديش تخلاي عليها تاني قالت ما تخافيش يا بنتي ما تخافيش شوفي انا جبت معي يديا قلت ليها مرحبا عمتي غدا تفرح بالساس من اللي تشوفكم تفضله قالت الصالحة الله يرضى عليك بنتي دخلوا كلهم وعليك ترجف وما قداش تحيد عينيها من العيشة وما كرهاتش تعنقه وتبكي في حضنها دخلوا وقلسوا قالت عايشة دخلوا وقلسوا وانا نقوم انا غدا نوجد لكم اتاي وان عيط العمتي مشيت عيط العمتي اللي ناضط بالزربة تشوف ضيافها قالت الصالحة مرحبا بيك نهار كبير هذا ولاد خويا لبس عليهم وهي تقول الصالحة لبس اختي شوفي شكون جبت معايا واش عرفتيهم شكون قالت ممطيقاش عينيها عالية هادي قالت عالية لبس عليك احقلتي عليها وهي تقول لعمة شكوني قدر ينسعك وشكوني قدر ينسى الظلم اللي تعرضتي ليه ايه ها الدنيا بعد قاع هاد سنين ارجعتي باش تشوف في نفس الشي كيدوز على بنتك عالية قالت رجعت كنقلب على بنتي اللي تخليت عليها عايشة وهي تقول لعمة كيفاش غنقدر نقول لها بالليمها ما زال عايشة وما ماتتش كيف ما كتعتقد هي شوية تسمع صوت شي حاجة طحت في الأرض نهدوا يشوفوا القوعيشة واقفة في الباب ومصدومة والصينية طايحة من بين ايديها مشيتني صايب قاتي بعد ما قلتها لعمتي وانا فرحانة اناني شفت خالتي اللي رباتني صايبت كل شي ضغية وديت الصينية واستوقفاتني هادرة عمتي اللي شوكاتني طاحت الصينية من بين ايدي وانا مصدومة كنسمع هادرة عمري تخيلت نسمعها اينا امي ما زال عايشة واش كان حلان ما قدرتش نتحرك بعد ديك الهدرة وخصوصا بعد ما نادوا كلهم عندي اول واحد جات عيني فعيني هو خالتي قلت ليها خالتي وهو يقول اكرم عايشة سمعي لنا كاين بزيب ديال الحويش خاسكي تعرفيهم قالت عالية بنتي ايجيل عندي وانا نقول بعدو مني بعدو مني كلكم مشيت كنجري ودخلت البيت خديجة وسديته وبقيت كنبكي شفت في خديجة اللي عينيها كانوا طايبين بيبكى مشيت عندها وعن نقتها وبقينا كان بكيوا بالجهد بجوج بينها وهي تقول عالية كنت عارفة انها ما غادش تقبلني ومغا تسامحنيش قال لها اكرم تهدني امي عافكي صدمة كانت قوية عليها ولكن غادت تقلم معها وغادت تولف وأكيد غادت تفهم هادي راحالة عادية قالت العمّة عايشة حساسة بالساف ولكن في نفس الوقت قوية وأكيد غادت تفهم وتعطرق قاسها غير شوية ديال الوقت قال اكرم عندك الحق واحنا ما غنفقدوش الامل وهي تقول لهم العمّة كنصحكم تخليوها دعبة وأنا غاد نحاول نفهمها كل شيء قالت عالية عافكي حاولت تفهميها أنني تهدبت ومعشتش مرتاحة بلا بيها قالت لها العمّة ما تخافيش أنا غدا نقوم بالواجب قالت عالية فهميها أن عندها عائلة غدا تحميها من تجبر الريال وأنني غدا نحميها هي والدها بجوش وهي تقول لهم هذا هو المهم حيث عقدت حياتها وخوفها غير منهم قالت عالية أنا مستعدة نفديها بحياتي وهي تقول لهم يكون خير تويد غوم شاو والتاجهات للعمّة للبيت قالت بنتي عايشة فتحي الباب ما كائن حد كلهم مشاو نطف تحت الباب العمّتي وعينيها كلهم دموع شفت في عمّتي وعنّقتها وقلت عافاكي قولي لي أنني كان حلم وهات الشي ماشي صحيح وهي تقول العمّة ايش هات الشي اللي كتقوليها الهدينا انتي رخص جيت فرحي حيث عندك أسرة قلت نفرح نفرح حيث عرفت أن ماما عايشة وعيشت حياتها وخلتني يتيمة نفرح حيث أنا عيشت حياتي كاملة كنردى بأي حاجة غير حيث أنا يتيمة ومعندي اللي خاف عليّ ولا نفرح حيث خالتي ضحات بيّ غير حيث ما عندي حتى واحد في الدنيا ولا نفرح حيث خسرات ديك صورة زوينة لماما فعينيه عليّ ايش نفرح بالضبط وهي تقول عمّتي حيث ولات عندك أسرة وغادة تحميك من المراد وعائلته وهذا سبب غد يخليك تنشطي ماشي غير تفرحي قلت ليها احتى واحد ما يقدر يعتقني من المراد حيث اللي بيني وبالمراد ما بقاش على قدية بجلادها العقدة تطورات بالذات حتى واحد ما يقدّ يحلها وفي مكان آخر قال أكرم ماما انتي لباس قالت له عالية أنا متأكدة ما غتقدرش تسامحني قال ليها أكرم تفاقلي حيث غادة تسامحك أنا متأكد هي تقول له عالية شنو اللي خليني متفاعل قال أكرم حيث شفتها وشفت عينيها هي كتشبهك بالسام رهيفة وقلبها شيش في نظرك شكون اللي أداها كتر انتي ولا خالتي الصالحة قالت عالية لا مجال المقارنة أنا طبعا حيث الصالحة رباتها وتهلات فيها قال أكرم انتي غالطة خالتي الصالحة أداتها كتر وعايشة عارفة هد الشيء قالت عالية أش كتقصد أكرم قال خالتي الصالحة عارفة أن عايشة هي من عائلة الرياني وضحات بها مع أن قواعد الدية على حسن ما كان عارفة كان خالت تكون فاطمة الزهرة بنتها حيث ولدها هو اللي قتل واخته هي اللي خالت تكون دية ماشي عايشة ومع ذلك قدمتها دية وعايشة عارفة أن خالتها ضحات بها باش نقض ولادها بشوش ومع ذلك سكتات وقبلات والأكتر من هاد الشيء من اللي شافت ندابة عنقاتها وبكات في حضنها هاد الشيء يعني حاجة وحدة أنا عايشة قلبها صافي وبيض ومتسارحة قالت عالية واش كتظن هاد الشيء واش نتم تأكد من هاد الشيء اللي كتقول قال لها أكرم أكيد أنا ما كنستبعدش أنا عايشة غدا تحمل المسؤولية الخالتي الصالحة حيث هي اللي ما قالتش لها الحقيقة من لول عموماً عايشة متالية في المشاعر ديالها ومتأكد غادي تسامحك قالت عالية كنت من هنا وفي بلاسة أخرى نادمه راد وإيدهم علقى العنقه كيشوف من شرجه معاقد حشبانه وقال عايشة أنا غادي لقاك صونة ليه تليفون وقال نعم الراد قال ليه الراد سيمو راد عالي عندنا وهو يقول مراد مزيان أنا جاي انشاموا راد بالزربة بعد ما ساق به الشيفورد وجهة المعلومة واللي هي غاراج من الغاراجات ديالهم ادخلوا القارجال وليلقاوا عليه التحية قال الراد سيمو راد ها هو كيما طلبته مننا علي كان مربوطه مكتبا قرم منه مراد ونزل عنده وقلس قرفه وصاق وقال سي علي لبس عليك قال علي ها؟ أنا ماشي أنا اللي ضربتك نقسم ليك مراد بزراسه وقال عارف وعارف ان ها داك اللي ضربني ولد عمتك ولكن بغيت نعرف شنو كانتك تدير عيشة عندك قال علي أنا غادي نقول لك كل شي عيشة كانت جاية هربانة عندي وعرفات انني عايش مع وحدة اخرى وما بقاتش حاملاني واحتمها مازال عيشة هو يقول مراد باللاتي باللاتي شكون اللي امها مازال عيشة قال علي عايشة عندها عائلة ناد مراد وقف وقتل يفكر وعيت بالجهد على الرادي قال لي نعامسي مراد وهو يقول تجيب لي يولد عمته من تحت الارض خاصني نوصل العيشة قبل من عائلتها وهو يقول له الرادي مفهوم وعند عايشة كان الامر مختالة ما بقاتش قادرة تفكر كيفاش ممها بانت فين كانت هذه المكة وعليش ما ربعتنيش عليش تخلات علمي وهي تقول لها خاتيشة عايشة نقلت نعام قالت خاتيشة انا عارفة كيكا تفكرت مامارة ولكن انا في بلاستك نمشي نتلاح في حضنها بلا تفكير حيث هي اللي غادت مقدمة قلت كيفاش ننسى وهي تقول خاتيشة والدينا بحال الحياة اللي كيحفظنا من كل سوء وبحال السقف ديال الدار إلا طاح مشا كل شي قلت انا حيرانة بالساد وهي تقول خاتيشة ما تحتاجيش تفكريا عايشة بقيت كنفكر وفكرة وحدك قد طور فراس علاش تخلات عليا علاش وعلاش رجعت دابا في نفس الوقت شدني حانين لها عشت حياتي كلها وانا كنت منى حضن ممين بكي عليها ونشكي عليها علاش دابا ما بغيتش الحلم هذا هو تفسير لما اللي كانت كتمدليا ايدها في حلم واش هي ماما وليه كينا شي حاجة مازال مخبية خدا نحماق انا خاسني نتهدم وناخد القرار بالوقت مناسب من الافضل الناس ونتقي الله في هاد شي اللي فكر شي اللي بدات كتبان يمكن عندي شي تلت شوق ما عرفتش بالضبط حيات كنت لف الحساب وعند عليا كانوا جالسين مع بعض كيتحشا سالة ونادوا قلصوا وقال اكرم ماما ما عاوتي ليش قصتك مع الرياني قالت له عليا واخا كنت هرب من الاناني نعاودها ولكن غنزير على راسي ونعاود ليك اللي قدرت قال اكرم على راحتك وهي تقول عليا كنت صغيرة ما كاملاش خمستاشر عام عندي حالتنا كانت شفي العدو فقراء بالسهم اختصال حا ها ديك ساعة كانت زوجات وداني بابا للريان الأب بقى كيطلبوا يزاوق باش يخدمني عنده ووافق وياريتوا ما ووافق كل أنواع الإهانات كانوك ينزلوا عليا الدرب والدل وكنت صابرة كان عند الريان وولد اسميته ربيع وكان انتي هازي وكيبغي أي حاجاتكم ديانا وللأسف حتى انا كنت من بيل الحوايج اللي بغاها انا كنت صغيرة وحتى الواحد النهار استاغل غياب الجاميع من الدار وتهجم عليا بحال الوحش الكاسم سكت وما قلت هل إحتى واحد ولكن هو ما حيبنيش من بارك وستمر في استفزازات وليا ما عرفتش علاش كان عزيز عليه يشوفني كان بكي كان بحال الضل ديالي إحتى الواحد النهار تحت وعرفوا أنني حاملة وما كان بقى دي إلا أنني نبكي ونشوف في ربيع والمفاجأة أنه اعتار في داكشي لي دار وطلب من باباه يخليني عندهم ونولد ويربيه داكشي لي في كرشي ولكن بباهر فضت ودار قصالية قناع لقبيلة أنني حملت من شي حد ما شي معروب ومن بعد داكشي انتشر الخبر في القبيلة بحال النار في هاشي وطبعا الشكل اللي كان غادي تيق في داكشي اللي كان قول أنا بابا تبرق مني وعائلتي كانوا ناوين يرجموني حتى للموت وبقيت كنت سنى في قدري ووحد النهار كنت كنت سنى شغي جرعلي احتشفت ربيع جا وطلب مني نركب معاه وما كان عندي احتشي حل إلا أنني نهرب ونجا من الموت قال لي ياب اللي غايتزوج بيا وغاير ابي بنتي وتزوجنا في السر بلا اخبار اي مخلوق إلا اختي الصالحة اللي كانت غادي جاية عندي بلا اخبار عائلتي بقيت معاه تقريبا ست شهور ووحد النهار جاوشي رجال وبقى كيتغاوت معاهم خفت بزاف مش معاهم وما رجعش جات عندي اختي وقالت لي بللي رجع عندها ربيع وقال لي هاب اللي خاسني نهرب حيت ببا غادي قتلني وغا يقتل بنتي وهربت وولدت وفي نفس النهار سمعت بللي ربيع مات ومعرفتش كيفاش كانت صدمة كبيرة بالنسبة لي كنت عارفة انهم غا يقلبوا علي وغا يتبعوني لي وبقيت اختي كتقول لي يسيري في حالك هربي وانا غادي ناخد البنت هربت وخليت بنتي ويا ريتني ما خليتها وهو يقول اكرم ماما انتي تعدبتي بالزاف قالت عالية بالزاف الظلم خايب بالزاف هربت وقلبي مع بنتي خليتها في غابة ياريتني اديتها معايا قال اكرم وشنوقع من بعد وهي تقول عالية دوزت وقت صعيب في الزنقة صعيب بزاف الا انني استطعت نخدم في دار عند عائلة محترمة واللي باباك كان صديق ديال ماما تم عرفني وكان احن انسان عرفته في حياتي زيت حن عليا كتر من اللي ربيتك وحسبتك والدي كنت كنشوف فيك عيشة بنتي اللي تحرمت منها اكرم باس ايدها وقالي الله يخليك ليا ماما قالت عالية ويخليكم ليا بجوج وعند عيشة نعست ما عرفتش حال ولكن فقط على شي حد كيهرس علينا الباب اجهد شي تاني ما جا في بالي غير مراد اكيد القاني الدقان كان قوي بالزاف ندنا كلنا الا خاتيجة ما كانتش قادرة تحرك لحقاش اللوحة كلهم كانوا كيدرروها حل نبيل الباب احتلقى جوجه رجال قد الصخت تخل بيناتهم واحد الراجل لابس كستيم وداير ادي في الجيب وقال سينابيل راك معتاك في هنحد اختك قال انا وقال لي فين هي وهو يقول نبيل مريضة بزاف ما قادراش تحرك قال هادا كراجل انا ما كيهمنيش اجي تسربي ولا فاهمة غير في التحراميات وتشد الكليان في الحسر وهو يقول نبيل والله الى مريضة انا نخدم في بلاستها اضحك وقال ما يمكنش ما عندكش الطايد يا اللي بنات فينا هي ادخل اللي بيت بلا حشما ومشا عندها وحبك راسول الرجال جاوب دوا باغين يهزوها وهي كتغوت من الألم ما قدرش نتحمل وانا نغوت عليه قلت واش ما في قلبك رحمة خليها وهو يقول ايو يا سوي ونا واش بقات فيك اينا بقات فيك اجي شدي بلاستها قلت له انا غنشد بلاستها حتى تولي لاباس وهو يقول هي الى جيتي من دابا مشا خرج بلا ما يزيد حتى هضرة الله يا ربي ايش هيدشي درت كاباري كاباري واش انا نقدر نخدم تماما شايف فيا نابيل وقال زيدي دغية خاصنا نمشي وراه ما غايعجبوه حالي لد عطلنا مشيت وبدلت دغية وانا كندعي الله انهو ما توقع لي حتى حاجة خائبة شديت في نابيل وانا كنرجف وهو يقول هانتي لخدمة مسعيباش غالي اعطاك شي حاجة وقال لي كدي هالشي تبلدي هاليها صافي ولكن وياكي تهضري حتى لو تبسل عليك شي واحد سكتي و جي في حالك قلت الله يا ربي كيتبس له وقاع وهو يقول صبريع لقبل خديجة واخا قلت له واخا مشيت معاه ودخلت لديك البلاصة كنت غنص خاف من دك الشي اللي شفته الريحة والخنس مشيت البلاصة اللي قال لي يا نابيل وبديت كنشد دك الشي وانا محاملاش راسي وحاني الراس وكنت رعد اديت الطبلة اللي ولا وحطيت دك الشي والطبلة الثانية بدا وحد فيها سكران كيحيح وكيجبتني من ايدي وكيقول لي يا جلسي يخ عيفني جا دغي يا نابيل واعتق الوضع كنت غدا نسخف دوز ديك الليلة بزز اه فعلا بلاصة ومشينا للدار اهنا ونابيل وانا محاملاش راسي ادخلت وتوضيت وصليت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة